موجز لأهم الأنباء من أونلايف أهلا بحضراتكم أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري استعادت السيطرة على منطقة الهلال النفطي من الجماعات الإرهابية بعد معارك عنيفة وفي تصريحات لأونلايف قال المسماري إن الجيش ما زال يطارد الإرهابيين في منطقة الجفرة مشيرا إلى أن هناك دولا تقف وراء الجماعات المتطرفة أشدد المسماري على أن القوات المسلحة ستعمل على فرض السيادة على كامل التراب الليبي قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة إن قوافل إغاثة وصلت إلى أربع بلدات محاصرة في سوريا لأول مرة منذ نوفمبر الماضي وأوضح الصليب الأحمر أن قوافل المساعدات تحمل إمدادات طبية وغذائية لنحو أربعين ألف شخص في بلدتي مضايا والزبداني ولنحو عشرين ألف شخص في الفوعة وكفرية اتفق ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض على أن إيران تمثل تهديدا أمنيا على المنطقة وقال مستشار الأمير محمد بن سلمان إن المحادثات بين الجانبين تمثل نقطة تحول تاريخية في العلاقات بين البلدين على حد تعبيره مشيدا برؤية الرئيس الأمريكي تجاه أزمات المنطقة أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي بدأ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر الجاري وقالت مي أمام مجلس العموم أن طلب اسكتلندا إجراء استفتاء آخر حول الاستقلال يلقي بثقله على عملية الخروج من التكتل الأوروبي هذا وتنتظر مي موافقة الملكة إليزابيث على تشريعا يمنح الحكومة صلاحية البدء في محادثات الخروج خلال الأيام القليلة المقبلة يتوجه اليوم الناخبون في هولندا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وتظهر آخر استطلاعات للرأي تقدم الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء مارك روتا بحصوله على 24 مقعدا من أصل 150 يضمها البرلمان مقابل 22 مقعدا لحزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة خيردفيلدرز جولة إخبارية جديدة عند رأس الساعة المقبلة